بمناسبة اللي حارك بتقوله الأسبوع اللي فات كان وزير التموين الدكتور علي مسلحي بيفتتح معرض من معرض أهل الرمضان وكان واضح أنه الناس عندها نوع من الشكوى والحدة والزحام الرهيب المسؤول هنا يعمل ايه يتعامل يعني حارك قولي يروح يفتتح المكان يتجاهل الشكاوى حواليه يقف لمواجهتها ومحاورة الناس ايه الأفضل المسؤول العام علي أن يذهب في هدوء وأن يفتتح وأن يناقش وحاور عدد من الذين يتحدثون بطريقة موضوعية يقوله في حاجتين ممكن ما اعملش برنامج اصلاح اقتصادي من البداية واسيبك تبرطع وتنبسط شوية وتكون النتيجة كارثية وممكن ادفعك التمن ولو يكون الدواء مر ولكن من أجل الوصول إلى وضع اقتصادي مستقر هي ده الكونسبت اللي كانوا يعني مثلا السيدات علي رحمة الله أنا فاكر أنا كنت في لندن تزود في يناير سبعة وسبعين قروش قروش زغيرة اقامة الدنيا أنا متقعد حالا ده أنا كنت في جميع بشوف الخريطة حطينا على الشاشة التلفزيون الإنجليزي ويقولك امتد المظاهرات إلى عصيوت ووقنا والرئيس في أسوان وكان رئيس سيدات في أسوان أي والألغى هذه الأشياء كلها تماما وضحى بالخيسوني وكل الناس هل ده شكل نوع من المشهد اللي صدل في وجدان مبارك بالفرحة يعني هل ده تحول إلى عقدة للرئيس الرحل طبعا أنا قلت مرة للرئيس السيسي ربنا يدينه الصحة في اجتماع يعني صغير جدا كنت متحدث على هو أمامه إنك رفعت الأسعار بشكل لم يتقبله المصريون أبدا في التاريخ ولكنه صغة فيك وإيمانا بأن هذا هو الدواء المر الذي لابد أن تجرعه من أجل وضع أفضل قابل ذلك وأنت ضحيت بجزء من شعبياتك أحيانا مش مهم الشعبية الزائفة لكن من أجل أن تصل إلى نتيجة معينة أكثر استقرارا وده اللي كان بيحصل طيب لكن طبيعي الطبيعي يعني أنه الرأي العام بيصل لمرحلة معانا بيبقى غير قادر على التحمل أو في لحظة معانا بيقول كفاية كده ساعتها المسؤول يعملين هنا بقى الموزنة الصعبة المرة أنت عندك حاجتين متناخدتين الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي أحيانا واحد منهم يطردوا تاني على طول الاستقرار السياسي الناس عايزة تخلد إلى الراحة وتركين إليها والحاكم كمان عايزة يرحل المشكلات يقول لك يبعد عني يعني مثلا الرئيس مبارك رحمه الله كان شديد الحساسية لفكرة انتفاضة الجماهير من اللي شافه إنك من اللي شافه في خناهر سبعة و سعوين زي أنت بتقول زيادتك الشبح كان في زهن كل الرأساء الدولة كده تسقط في زيادتك اليوم يقول لك تبعد عن الشر وغنيله خلي الناس تنبسط دلوقتي ويبقى ييجي اللي بعد يشيلها وكت تسمع كتير خلي اللي ييجي بعد يعملها خلاص في لحظات معنا كان بيقول جملة زيدي أي طبعا ما ينفعش ناس بيش هتقدر وأنا فكر يوم الأمن المركزي ده التقى بعدد من الضباط منهم ضابط أخو نبيل شكري بتاع التهيران أخوه ما عرفش بقى إذا كان موجود أو لا كان ضابط شرطة ويعرفه هو معرفة شخصية الرئيس الرحل وسألوا وفهم منهم الموضوع فئوي واتمأنى إلى هذا تماما فبدأ يقول لا يعني أنا مش حاقدة أجبر الناس على توجهات معينة وأسعار معينة فخلي اللي بعد يعملها طب أنا حقول لك قصة أنا مرة قاعد في البرلمان على كرسي كده كنت قاعد في الأول كده أي وكنت دايما بقعد قدام المهندس أحمد عز فلاحظت أنه بيعرف إذا كنت أنا حضرت أولاء فقلت أنا عايز أفكر من الحكاية دي وهو رجل كان مهزف جدا في التعامل معي أنا شخصيا فقصيت لقيت يوسف بوتروس غالي أما أنجج إيدي شديدني كده أنا عرفها دا كويس طبعا قال لي أنا عايز أزود الدولار خمسين إرش ومش هعرف الراجل مش راضي كان فيه كده خمسين إرش خمسين إرش ساعتها دي كانت حالة يعني 2002-2002 ما عرفش قال لي مش راضي قافش قال لي الأسعار تنط والطبخات الفائلة وكان من سامي صندوق النقد الدولي صندوق النكد الدولي النكد الدولي يقول لك ده يا هبوز الدنيا ما أدارش وذلك لما عمل برنامج إصلاح اقتصادي في يام عاطف صدق عاطف صدق دي كان راجل زي أنت عارف النملة الهدية حتة بحتة بحتة تعمل صارحة كبيرة كان راجل له مدرسة خاصة جدا في الأشياء الصغيرة التي تؤدي إلى شيء كبير دون خرارات مفاجأة ودون مباركة الرأي العام يسحبك كده مجرد ما تحسس ما تحسس له علاقة بالرأي العام ما يحبش الهكاية دي هو من شميع ما تحسس عن شعبية مع أنه ده أكتر رئيس ووزراء بتالي في تاريخ مصر اتعمل له كاريكاتير من الله يرحمه أحمد رجعب وصفح ويخلي رجعين بشتايلة الأرض ده كان أدبيات السقافة المصرية لا تتصور كيف كان يعشقه الرئيس مبارك في يوم الآن قال لي مصطفى قال لي إسعى الإسماعيل السلام صديخك وكان ودي الصحة قال لي إسعى الإسماعيل السلام صديخك وقلت له أيها قال لي قوله المستوى الصحي اللي عاطه الصديق كم في المية حالة القلب والنظر فسألت إسماعيل قال لي هو الرئيس عايز يعني بيحبه قال لي لا 65% قال لي لا يكمل معي سنة 2-3 عايزين اغيروا وغيروا ليه من كتر مو متمسك بيه اه طبعا حب الله وحاصل عليه رجل هادئ لا يسعى الى شعبية ما بتنططش يعني برضو مسائل بتهم دايما الرؤساء ما يحبش حد يبقى عن مصر يقعد يتنطط